رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف اليوم على موكب أداء اليمين من قبل سلوى العباسي وزيرة التربية وكان ذلك بقصر قرتاش يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر يوم الاثنين غرة أبريل ألفين واربع عشرين أعفاء محمد علي البغديري من مهامه وزيرا للتربية وتعين سلوى العباسي خلفا له وأيضا في نفس السيق رئيس الحكومة أحمد الحاشيني استقبل اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي وحسب بلغ إعلامي يصدر عن رئيسة الحكومة فقد رحب أحمد الحاشيني بوزيرة التربية وتمنى لها النجاح في مهامها الجديدة وحثها على بذل كل الجهود الممكنة لإعطاء نقلة نوعية إضافية لسير العمل بوزارة التربية من أجل المصلحة العليا للوطن وأمامها جملة من الملفات وزيرة التربية خاصة مع اقتراب الامتحانات الوطنية بالنسبة لمحمد علي البغديري اللي تم أعفائه يوم غرة أبريل 2024 كان تم تعيينه بتاريخ 30 جنفي 2023 وقت لإقام رئيس الجمهورية بإجراء تحوير جزئي على الحكومة عين بمقتضاه محمد علي البغديري وزيرة للتربية خلفا لفتح السلوتي هيئة الدفاع رئيسة الحزب الدستوري الحر عابر موسي أعلنت انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي بمنوبتها اللي حددها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد تبقى الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك في ملف ما يعرف بمكتب الضبط وتبقى لذلك كشفت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم أنها تقدمت للغرض بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القصري وأشارت لأنها ستوجه إشعار رسمي إلى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإداء المتعلقة بمنوبتها في الملف المذكور كما ستوجه مكتوب إلى عميد المحامين لأعلام بهذه التطورات ونددت هيئة الدفاع في بيانها بما وصفته بالمماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب مما تسبب في تمتيل الزمن القضائي تعسفيا حسب تعبيرها انتقد رئيس حزب الائتلاف الوطني والوزير الأسبق نيجي جلول في تصريحاته اليوم عدم استغلال الموقع الاستراتيجي لتونس اقتصاديا وقال جلول تونس تملك توزن ديمغرافية وموقع استراتيجي أفضل من الموارد التي تملكها دبي وتسأل هل من العادي أن تتحكم دبي في التجارة العالمية ونحن في قلب العالم ونملك ما لا تملك دبي ولا نستغل كل ذلك وقال جلول تونس تملك موقع تحلم به كل البلدان وبإمكانها سيطرة على خليج سقلية والتحكم في الملاحة البحرية يذكر أنه نيجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني والوزير الأسبق كان عبر على أنه يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية وقال بأنه بعد عيد الفطر مباشرة سوف يعلم إن كان سيترشح أو لا ولكن يقول لي هو قاعد يفكر في الترشح جلول اتحدث على زيارات أديها مؤخرة لبعض المناطق في بلايات الجمهورية وقال إنه استمع إلى مشاغل التونسيين وقال من خلال استماعي لمشاكل المواطنين أرى أن هناك أحساس بالغبل من كل من يمثل النخبة في تونس لقد غاب الإيمان المشترك بالمصير المشترك ويرجلول أنه أول خطوة لإنقاذ البلايد من أزمتها الاقتصادية تتمثل في إعادة عجلة النمو والقضاء على الرخص وتحرير القروض والترفيع في الأجر الأدنى مضمون إلى حدود ألف دينار لأنه الترفيع في القدرة الشرائية سيؤدي حتما إلى تحريك عجلة الاقتصاد ثم الالتفات إلى البطالة عبر فتح باب الانتداب في أغلب القطاعات اليوم حسب ما أكدو نيجي جلول وبين أنه لتفعيل كل هذه الإجراءات لا حل أمام تونس إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي كما يرى زيدا أنه التضخم لا يمثل خطر على البلاد كما يحاول البعض الترويج له فتونس تعيش أزمة اقتصادية كغيرها من بلدين العالم اليوم ودعاني جلولي لإيجاد حلول أخرى لمحاسبة الفيسيديين غير السجن الشيء الذي أصبح يرهب رجال الأعمال ويؤثر سلبا على الاستثمار حسب تعبيره وقال إخراج تونس من الأزمة سهل جدا أما بخصوص التعيين الجديد على رأس وزارة التربية يقول نيجي جلول أن وزيرة تربية الجديدة سلوى العباسي هي امرأة دكية ومطلعة جيدا على ملفات وزارة التربية وقال لعل الشيء الوحيد الذي يقلقني في هذا التعيين هو الجانب السياسي كما تحدث نيجي جلول في هذا السيق عن برنامج الإصلاحات في قطاع التربية والتعليم وقال 97% من ميزانية وزارة التربية متجهة إلى الأجور ولو تواصل ذلك لن يكون هناك أي تغيير في هذا القطاع ولن يعرف أي إصلاح يقول وزارة التربية تحتاج آلاف المليارات والقطع مع الانتداب الاجتماعي في موضوع آخر نجد اليوم تصريحات أيضا لمعز الجودي الخبير الاقتصادي يقول بأن السياسة النقدية للبنك المركز التونسي يجب أن تكون مستقلة عن التوجهات والمصالح السياسية الضيقة وأشار إلى أن المحافظة على التوازنات المالية تستوجب سياسة نقدية محايدة يوضح الجودي يقول أنه يعني يعلق على اتخاذ مجلس إدارة البنك المركز لقرار عدم إقراض الحكومة مباشرة ويعكس دراية البنك بمدى تأثير هذا القرار على التضخم المالي وأشار الجودي لأن محافظة البنك السابق مروين العباسي قام بعمل جيد واتخذ قرارات هامة سهمت في المحافظة على قيمة دينار التونسي وأكد أنه يتمنى النجاح للمحافظة الجديدة اللي يمتلك خبرة في المجال الاقتصادي وملم بملف البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر